مرحباً أنا الدكتور عبد الرحمن العناني استشاري الأمراض الصدرية كل المرضى اللي بيراجع للطبيب الصدرية دائماً وأبداً بيسأله شو الغذاء اللي بتنصحني دكتور أندي أخذه وشو الغذاء اللي ألا ممنوع أو يستحسن عدم تناوله طبعاً الجواب على هذا السؤال يعتمد اعتماد كله على تشخيص الحالة المرضية ونأخد أهم الأمثلة اللي هم الأزمة والانسداد الرياوي مريض الربو أو الأزمة ينصح بالابتعاد عن تناول المشروبات الباردة جداً أو مثل البوزة والأسكمة وما شابع كذلك ينصح بالابتعاد عن المواد الملونة والمواد الحافظة الموجودة في بعض الأطعمة مثل الشيبس والمصاصات خصوصاً عند الأطفال ما ينصح مريض الأزمة بتناوله هو عبارة عن غذاء صحي متوازن مع التشجيع دائماً وأبداً على ما ممارست الرياضة خصوصاً رياضة المشي أو السباحة لتحسين كفاءة الرياة فالغذاء الصحي بهذا المرضى مهم جداً تختلف القصة عن مرضى الانسداد الرياوي لأن هؤلاء المرضى يصابوا بمشكلتين رئيسيتين تهدد حياتهم بشكل واضح وهي فقدان الوزن نتيجة فقدان الشهية وضعف وضمور في العضرات هؤلاء المرضى يحتاجون إلى عناية خاصة بالنسبة لأنواع الغذاء اللي بيأخدوه في المراحل المتقدمة المريض بسبب ديق النفس لا يستطيع حتى أن يمضغ طعامه عشان يجب أن ينصح أن يأخذ المريض الغذاء على شكل مواد طرية لا تستلزم المضغ زي البوزة زي الكريم كراميل زي الكستر زي الجيلو أو ينحط الأكل جوه ينخلط وينخلط تماما زي ما من طعم الأولاد الأطفال أو استعمال حليم ومشتقاته مثل الربن الرايب والمغذيات لكن لابد أن نلاحظ شغلتين الأولى لابد من زيادة كمية السعرات الحرارية المعطلة للمريض عشان يعوض على الاستهلاك المسبب بسبب ديق النفس مريض الانسداد الرئوي لا يستفيد من الطعام مثل الإنسان العادي والشيء الثاني يجب تركيز أيضا على المواد البروتينية لبناء العضلات مصحوبة أيضا بالتمارين الرياضية سبب الانهيار مريض الانسداد الرئوي غالبا ناتج من فقدان الوزن وضعف العضلات وهذه لا تصحح إلا بالغذاء اللي أنا ذكرته وهو غذاء مناسب والشفاء للجميع إن شاء الله تعالى شكرا